الإنسان لغاية هذا اليوم أنا من رأيي ما تعلمش من أخطاؤه لأن إحنا عندنا مشكلة أظمى أيضاً وهي ذوبان الجليد إحنا عندنا تغيرات ليست فقط في درجات الحرارة إحنا عندنا تغيرات في النمط الأمطار إنت حضرتك المشاكل اللي حدثت الفايدانات في كثير من أنحاء العالم في السنوات الخليلة الماضية ده بسبب خطأ الإنسان إحنا بنبني كتير شوارع مباني سيلد آرية سيلد آرية فأنا الأمطار بتسقط عندي ما تقدرش تستطرب إلى داخل الطربة فبيحدث كريان سطحي وده اللي بيسبب الفايدانات فدلوقتي اللي بيحدث كان العادي جداً إن إحنا كمية الأمطار آآ بتزيد كلما زاد وقت المطار يعني كل فترة الأمطار ودلوقتي بتلاحز إن عندنا الأمطار آآ في فترة زمنية قصيرة جداً آآ بيصوت أمطار آآ هائلة كسيفة جداً آآ يعني وبعض الأبحاث اللي قمنا بيها في الصين آآ إحنا كنا حزبين حوالي آآ آآ 80 إلى 200 مليمت في الساعة ده معناه إن إحنا كمية الأمطار اللي بتسقط مثلاً على الساحل الشمالي حوالي 200 مليمت يعني تقريباً اللي بيسقط في سنة في ساعة وأعلى نسب على قدر معلوماتي 400 مليمت في الساعة دي كمية هائلة تتخيل حضرتك آآ إيه الأضرار اللي ممكن تساعد بها هذه الكميات الهائلة من المياه فآآ آآ كلها مشاكل فعلاً آآ إن الإنسان لازم يتحرك بصرع أكثر من كده إحنا بنتكلم عن زيادة آآ أيضاً الهيت ويفز آآ موجات الحرارية آآ الموجات الحرارية لها أضرار شنيعة يا فندن آآ 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 ممكن الزراعة آآ يعني الحصاد يقل بأكثر من 50-60% آآ وإحنا علياً الهيت ويفز بتزيد من سنة من سنة لسنة آآ آآ بنتواقع إحنا مش عايزين أنه نزيد درجات الحرارة عن واحد ونص درجة مقوية آآ ده للأسف لم يتم الاتفاق عليه آآ والتحوف طبعاً نحنا نتكلم عن ارتفاع درجات الحرارة إلى اتنين أو ثلاثة درجة مقوية آآ معناها فعلاً كوارث على الزراعة بالذات آآ وكوارث بيئية كثيرة